السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنرى كيف نقوم بعمل موضوع التحريك وموضوع ان اقبر صغر عنصر موضوع ان اقوم بعمله استداره في برنامج Autodesk Showcase اول حاجة لما اجي اعمل تحديد لها حاجة مجرد بصعر لها كليك شمال وماذا كان ممكن اجي في قائمة Edit ويقوله شو ترانسفورم هندلس ده يديني الاداوات المساعدية لو انا عايز احرك بيجي على اي ساهم فيهم بمثاله X و Y و Z يعني مثلا ده Z هابدأ احرك الفوق فلاهي الشكل في حرك معي لو عايز اكتب رقم يعني عايز احرك بصعف معي انا بده ادوس عليه شوية بالماوس شمال وابدأ اكتب اقول له مثلا 50 عايز احرك مثلا في الاتجاه دوت ادوسه على الساهم دوت شوية مدة ثانية بس كده اقول له مثلا 20 فلاهي اتحرك معي لو عايز اعمل Scale باجي على المربع دوت اه المربع دوت وابدأ اسحب بلاقي الشكل ما عايز بيكبر ويصغر زي ما انا عايز ماشي لو عايز اعمل استدارة بلاقي الاتجاهات ديت الاتجاهات اللي انا عايزه طيب لو عايز اعمل شكل من مكان لمكان باقعلم عليك وادوس حرف الاس وافضل دايس على الحرف الاس وادوس على المكان الجديد الادية تنقل من المكان اللي كان فيه المكان الجديد اللي انا لسا محدده يعني انا كده عامل على select هادوس اس واختار المكان دوت الادية تنقل للمكان دوت عايز اعمل استدارة اده ايه مطور سهل وبسيط زي ما انتوا شايفين أدوات سهلة ولذيذة وأعتقد أن كلنا متعودين عليها أخكم عمار سليم